يستمر مركز لبنيات للتربية الخاصة منذ تأسيسه في عام 1974 في تقديم المساعدات للطلبة من ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة ليحظوا بحياة اجتماعية ومهنية أفضل ويهدف المركز إلى دعم الطلبة للانضمام إلى سوق العمل إذ يحتوي على عدد من الأقسام التي تعنى بتدريب وتطوير الطلبة من ذوي الإعاقة العقلية وتبدأ من قسم التدخل المبكر والروضة والمدرسة بالإضافة إلى أبرز الأقسام وهو التدريب المهني ضمن الالتزام بمعايير التعلم عالية الجودة من خلال أجواء المدرسة الجماعية نحن في مركز لبنيات للتربية الخاصة التي تأسس عام 1974 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة ثروة الحسن المعظمة يقدم خدماته للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة من عمر يوم فما فوق ضمن أقسام الأربعاء الرئيسية تدخل مبكر روضة مدرسة وتأهيل مهني الذي يضم نسيج زراعة سيراميك وفسيفساء ووحدة أعمال خشبية وتغذية يقدم خدماته من تعليمية لمهنية لأكاديمية وصولا لأعلى درجات الاستقلالية المهنية التي تكفل أن هذا الطالب سيؤهل للعمل ويندمج فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر